من يومين أعلن الأهلي أخيراً إنهاء كل الجدل وإسم من ضمن الأسماء الستة تقريباً اللي قلناها في برنامج الماتش هو من جاء وتم الاستقرار عليه في النهاية ليقود مسيرة النادي الأهلي وهو مارسيل كولر المدير الفني السويسري السابق لفريق منتخب النمسا اللي درب فريق بازل في آخر رحلاته الاحترافية على مستوى التدريب واللي بقاله سنتين بدون عمل كمدير فني وأبرز سبب لده هو بكل تأكيد قصة الإصابة اللي في الركبة كان تعرض لها وكان رفض خلالها بعض العروض أبرزها من منتخب بولندا وعرض بكل تأكيد لا يفوت أنت بتدير فنياً أقوى فريق في مستوى القارة الإفريقية على مستوى البطولات وعلى مستوى تاريخه وبتتكلم كمان في عقد قيل من جانب التقارير ومعلومة برضو شبه مؤكدة أنه بيتقادى فيها راتب يصل إلى 150 ألف دولار شهرياً هو وجهازه المعاون اللي بيضم ثلاثة مساعدين عقد بيمتد لمدة موسمين الراجل ده من أهم الإيجابيات بتاعته هو أنه راجل منضبط جداً ومنضبط دي نقطة بيتمناها الأهلي في هذه المرحلة تحديداً منضبط يعني أنه اللعيبة بتاخد تكليفات في الملعب ما ينفعش تغيرها فهو بيركز قوي مع أداء اللعبين ممكن اللعيب يعني ماتش كويس في نظرنا بس ما يبقاش هو مقتنع لأنه مش دي التعليمات اللي هم ادهاله الراجل ده كمان على مستوى الانضباط التكتيكي على مستوى الانضباط الأخلاقي بيرفض جداً أي خروج عن النص ودي محتاج هقوي الأهلي كأداء السويسري جربوا الأهلي مع فيلر تجربة نجحت لكن لم تكتمل بسبب ظروف الكورونا ورغبة فيلر في الرحيل هذا الرجل هو قاد ثورة منتخب النمسا تحول من الفريق رقم 74 على مستوى تصنيف العالمي إلى المركز العاشر وبالتالي دخل ضمن صفوف الكبار في ظرف أربع سنوات قادة فيها منتخب النمسا تعالى نستعرض تشكيل الجهاز المعاون من الأجانب تحت قيادة كولر إلى جانب المصريين الجدد المنضمين السويسري مارسيل كولر هو الموديل الفني للأهلي يعاونه صديقه الصدوق يعني والراجل اللي بيقال دائما أنه هو بيكمل مارسيل كولر بتكلم هنا على هيرلد جامبيرلي سامي أمصان مدربا مساعدا بيعود من جديد إلى تصنيفه كمدرب مساعد بعد ما كان مدرب عام وقابليها كان مدير فني لمدة قصيرة بعد رحيل موسماني أندريس أندويا هو مدرب الأحمال التونسي ياسين المكاري محل الأداء ميشيل يانا كن يعود من جديد كمدرب لحراس المرمى بعد النزول لفترة ضمن مدرب حراس المرمى في قطاع الناشئين فترة ريكاردو سواريش الكابتن السيد عبدالحفيز يستمر تواجده كمدير للكرة في القلعة الحمراء لسه طبعا هيبقى فيه مترجم وفيه كلام على الكابتن وليد سليمان المعتزل بنهاية الموسم المنقضي إما أنه يكون ضمن هذا الجهاز ودي مش أكيدة أو أنه يكون في أي منصب آخر كروي داخل النادي الأهلي إما في الجهاز الفني لكولر أو لأي منصب آخر يحصل عليه وليد سليمان خلال الأيام القليلة المقبلة